لليوم الخامس على التوالي تواصلت الاحتجاجات على رفع الحكومة السودانية الدعم عن مادة الخبز وانتقلت الاحتجاجات يوم الاحد الى مدينة امروابا وسط السودان وتجددت في عطبرة شمال شرق البلاد بينما ساد الهدوء شوارع الخرطوم ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان بمدينة امروابا ان المدينة شهدت احتجاجات تنادي باسقاط النظام وحاول المتظاهرون الدخول الى مباني حكومية الا ان الشرطة منعتهم فيما ذكر الشهود عيان ان المتظاهرين احرقوا اطارات واخصان اشجارة في الشوارع الرئيسية للمدينة كما تجددت الاحتجاجات في مدينة عطبرة على بعد 400 كم شمال العاصمة واخرج المئات من المتظاهرين منادين ايضا باسقاط النظام واعترضتهم قوات مكافحة الشغب واطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ومع استمرار التظاهرات انضم الى التحرك الشعبي تجمع المهنيين الذي يضم اطباء ومهندسين ومعلمين واساتذة جامعات داعينا الى اضراب للاطباء الاثنين في جميع مستشفيات السودان واكد التجمع المهني انه يراقب تردي الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين وفي الاثناء بدت شوارع الخرطوم هادئة قليلة الحركة رغم ان الاحد هو بداية الاسبوع في ظل الاغلاق التام للجامعات والمعاهد العليا والمدارس على اثر قرار اصدرته السلطات الجمعة وادى قرار الحكومة خلال الاسبوع الجاري بزيادة اسعار الخبز ثلاثة اضعاف الى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الاقل ستة في القضارف في الشرق واثنان في عطبرة شمال شرق البلاد اثناء مواجهات مع قوات مكافحة الشغب